مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينغ ودائما أبرز ما يدور من منصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات مشاهدين الكرام بعد سنوات من الجهد والدراسة لنشهدت الدكتوراه شاءت الأقدار أن ترحل الطالب فاطمة طهري قبل يومين من مناقشة اطرحتها في حادث انقلاب حافلة مشاهدين في لفتة إنسانية من جامعة المسيلة ارتأت منح الطالبة الراحلة الدكتوراه الشرفي وذلك بحضور عائلتها وزملائها فكم هي قصي مشاهدين الدكتوراه حينما تزف شهادتها دون باحثتها صور من مناقشة اطرحت الدكتوراه للفقيدة رحمة الله عليها كما كان مبرمجا قبل رحيلها حضرها الجميع لكن غابت صاحبتها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي تفعل بتأثر كبير مع قصة فاطمة وبعبارات حزينة علق محمد الذي علق رب يرحمها ويغفر لها ويسكن فسيح جناته تعليق أخر جاء فيه شهيدة علم في ميزان حسناتهم وجنات الفردوس بإذن الله رب يرحمها ويصبركم ماشي سهلا إن لله وإن إليه أراجعون تعليق جودي جاء فيه كتب رحمة الله عليها نسأل الله عز وجل أن يسكن فسيح جناته وينهم أهلها الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه أراجعون تعليق آخر مشاهدين مشهد تزعز له المشاعر رحمة الله عليها وجميل الصبر والسلوان لذويها تعليق آخر من جميلة كتب تربية رحمها ويجعل مثواه الجنة تعتبر شهيدة ماتت وهي تطلب في العلم الشكر لكل القائمين على هذه المناقشة الشرفية والالتفاتة الراقية رزيقها كتبت ربي يرحمها ويرزقها الجنة إن شاء الله يكون لها أجر كل كلمة كتبتها وكل ثانية قضتها في طلب العلم أم عبدو أسامة كتبت الله يرحمها ويخفر لها ويجعل اجتهادها وموضوع الرسالة التي أنجزتها في ميزان حسناتها إذن مشاهدين الكرام كانت هذه أبرزة التعليقات ننتقل بكم إلى الهاشتاغ الثاني وإلى هذه الصورة إذن مشاهدين الكرام طبعا تنتشر رائحة الموت في كل مكان من قطاع غزة حيث تقصف طائرات الاحتلال كل شيء دون تردد حيث يعيش الأهالي في قطاع غزة لحظات حزن عميقة بفقدان أحبهم في ظروف مأساوية ويعجزون عن دفنهم في المقابر الرئيسية بسبب القصف المتواصل فتتحول الأماكن العامة والمنازل والشوارع إلى مقابر جماعية تستوعب جثث المئات من الشهداء وقد انتشرت الكثير مشاهدين من تلك المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اكتظاظ المقابر وصعوبة الوصول إليها وهذا بسبب القصف المستمر أن نضطر أهالي قطاع غزة لحفر قبور في الشوارع والطرق لدفن الشهداء كما نتابع في هذه الصورة التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ورصدنا لكم بعض التعليقات محمد علق أو غرد لهم ارحم شهداء فلسطين الأحرار تعليق على انستغرام كتب حسبي الله ونعم الوكيل رحمتك يا الله تعليق ياسر كتب الله يغفر لهم يرحمهم يسكنهم فسح جناته ويلهم أهلهم وذويهم صبر والسلوان فاتن كتبت حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ربي يفرج على أهل الغزة وفلسطين وأي شعب مظلوم تعليق آخر كتب الله يفرجها عليكم يا أهل الغزة والله أصابنا حزن كبير تعليق آخر جاء فيك كان الله في عونكم يا أهل الغزة ربي يفرجها عليكم إذن مشاهدين آخر تعليق جاء في ربيكم بعونكم لا كلام يوصف اللي تعيشوا أرجو الله أن يفرج عنكم وينصركم على اليهود إذن مشاهدين الكرام وبهذا قد وصلنا لختم عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينك شكرا لكم